إذن توصيات المنتدى الرابع لشباب العالم التي أعلنها الرئيس السيسي تضمنت إطلاق منصة دولية أو إعلان عام 2022 عمل للمجتمع المدني وتكليف إدارة المنتدى بتكوين مجموعة عمل للإعداد لقمة المناخ كوب 27 إضافة إلى تكليف إدارة المنتدى بتفعيل منصة حوار بين الشباب المصري والعالمي السيدات والسادة تغتياتنا مستمرة وتنضم إلينا الزميلة إيمان منصور بعد قليل والآن نتابع لقاء مفادة التلفزيون المصري أميمة تمام من شرم الشيخ مع المعتصم بلا أحد منظمي منتدى الشباب العالم منصق مبادرة حياة كريمة في دميات مجدد مشاهدين الكرام في هذه التغتيات الحية والمباشرة من داخل أروقة منتدى الشباب العالم في ساعاته الأخيرة النسخة الرابعة من منتدى الشباب العالم هي قد شرفت على الانتهاء يسعدنا أن يكون معنا المهندس المعتصم بلاه محمد الجندي منصق مبادرة حياة كريمة في دميات وأيضا أحد منظمي منتدى الشباب العالم أهلا بحضرتك أهلا بك يا فندم وأهلا بالجميع الحضور الكرام في المنتدى يعني حارتك لك صفاتين الحقيقة نحب أن نتكلم فيهم خلينا نبتدي بمنتدى الشباب العالم حارتك أحد المنظمين تحدثنا عن التنظيم في هذا العام كيف كان وخاصة أنه كان له خصوصية كبيرة تمام هو بطبيعة الحال طبعا نحن بننظم المنتدى في وقت صعب جدا في وجود جائحة كورونا وإن إحنا عايزين نقول للعالم كله إن إحنا نقدر ننظم حدث بهذا الحاج في وجود جائحة زي دي ودي حاجة تبتدي أمل للعالم كله وطمأننا لأن مصر عندها قدرة إنها تقدر تعمل مؤتمرات زي دي وأحداث زي دي بسهولة وبدون موجود أي مشاكل إحنا النهاردة آخر يوم والحمد لله إحنا خلصنا خلاص إنتوا شايفين قدية الدنيا الحمد لله كانت سهلة وجميلة والناس كانت حضور كلهم مفيش مشاكل الحمد لله ودي حاجة كويسة جدا لنا وغير كده كمان إن إحنا كمان إحنا تعرف حضريك ده تقريبا إحنا كده كل سنة كنا بنعمل المنتدى فالحمد لله في خبرة جامدة أو اكتسبناها كشباب للمنتدى أصلا أيم على الشباب والمنظمين شباب كمان فإحنا بنقدر إن إحنا كشباب إن إحنا ننصق مؤتمر حضور السنة دي ما كانش كبير زي السنين اللي فاتت السنة دي كان في حدود ألفين ثلاثة بس العدد كعشان الكورونا السنين اللي فاتت كنا في حدود تمانية فالخبرة اللي اكتسبناها من السنين اللي فاتت إددنا إن إحنا نتعامل مع جائحة في نفس الوقت ومع العدد قليل كمان عملنا إن شاء الحمد لله يعني أتمنى يكون الناس بس إيه يعني يبقى فيه فيتباك كويس عننا إن شاء الله بعد النهاية المتدى تحدثنا أيضا عن مبادرة حياة كريمة في دميات وماذا أضافت لأهالي دميات وطبعا إحنا المبادرة في مركز كفر سعد المركز دا عبارة عن 28 قرية و217 تابع بيسكنوا حوالي 300 ألف مواطن إنت عارفة حضرتك طبعا القرى المصرية البنية التحتية بتاعتها ما فيش بنية تحتية تقريبا إحنا حياة كريمة دخلنا في كل مجلات الحياة بتاعتهم يعني إحنا ما وفرنا لهمش بس سكن لا إحنا وفرنا لهم سكن كريم وفرنا لهم مدارس كويسة يتعلم فيها ورفعنا كفاية مدارس عمل لهم مكتبات في كل المحافظات اللي فيها حياة كريمة شغالة الوقتي بدأنا نحن نشتغل برضو على جانب المصانع كمان وبدأنا نهتم بالصناعات الشعبية اللي موجودة في كل محافظة مش بس دميات دميات تعارفة صناعة أخشاب وصناعة حلويات وصناعة برضو اليدوية بدأنا نحن نهتم بالصناعات دي وبدأنا نحن نعمل لها دعم ونعمل لها مناطق صناعية يشتغلوا فيها فإحنا كده مسكنا إن المواطن مش بس المواطن هيقدر بس إنه هو يعمل بس سكن كريم يبقى له سكن كريم ونوفر له الحاجات الأساسية بتاعته اللي هي تعليم وصحة وأكل وشرب اللي هي الصرف الصحي والمية لا مش بس كده لا ده المواطن الوقت إحنا بنعمله كمان بنوفر له فرص عمل كمان إنه هو يقدر يعيش منها يكتسب منها فلوس يقدر إنه هو يصرف تاني يقدر إنه هو يقدر يطور من نفسه أكتر ونطور من المراكز دي إنها تبقى تبقى تنمية مستدامة ما تبقاش بس إن إحنا دخلنا عملنا مشروع المشروع ده بعد عشر سنين أو عشرين سنين نرجع نضطر نعمل مشروع تاني حياة كريمة تانية لا المشاريع دي هات بس علشان نخلي الناس تقف على رجليها ونخلي القرى تبتدي إنها تعمل تنمية مستدامة بعد كده ويبتدي الناس تتطور من نفسها ويبتدي إنه ما يبقاش فيه الفجوة كبيرة أو اللي إنت حضيك بتشوفيها ما بين القرى والمدن دلوقتي يعني يبقى فيه جميع اللي موجود في القرى يبقى موجود في المدن الخدمات اللي موجودة في القرية وفي المدينة تبقى زيها برضو في القرية والمواطن ما يضطرش يسافر مثلا إن القرية تبعى 300 كيلو مثلا أو 100 كيلو أو واطفر عن المدينة اللي هو رايحها علشان يقدر إنه هو يعمل يسحف فلوس أو إنه هو يبعد بالبريد كل ده هيبقى موجود احنا عملنا في كل قرية الحمد لله نعمل مركز خدمة مواطنين على أعلى مستوى هيبقى فيه بريد وتأمين صح وتأمين مكتب تأمينات وهيبقى فيه كمان الوحدة المحلية وكمان هيبقى فيه كمان هيبقى فيه كذا حاجة موجودة مع بعض هيبقى فيه خدمات كلها متكاملة وموجودة بالزبط كده علشان ما يضطرش إنه هو يروح علشان يطلع أي موافقة على أي حاجة يضطر يسافر يقعد 30 كيلو حتى على الأقل وبعدين برضو إحنا عملنا البنية التحتية بتاعته الطرق برضو طرق كتير جدا إنت حضرك إحنا مركز كافر سعد هيتصرف عليه في حوالي 4 مليار جنيه وده مبلغ مش قليل إطلاقا فيعني نرجو إن إحنا نخدم الناس أكتر برضو ونوفر لهم أكتر من كده كمان في المستقبل نحن بنشكر حضرتك شكرا جزيلا وشرفنا بلقاءك المهندس المعتصم بالله محمد الجندي مناسق حياة كريمة مبادرة حياة كريمة في دميات وأيضا مشاهدين الكرام أحد ونظيمي منتدأ الشباب العالم شكرا لك شكرا جزيلا شكرا لكم مشاهدين الكرام وعودة مرة أخرى إلى الستوديو شكرا لكم